ملك النار مع الامبراطورة بالضبط الامبراطورة دائما تتكلم عن الوفرة حاليا انت سملك مثل يقول كثرة الشيء مثل قلتها نفس الشيء في الفترة القادمة انت رح تقبل على مرحلة فيها الكثير من الوقت الكثير من الفرص امامك الكثير حتى من الخيارات والحرية رح تنفتح لك مثل ما قلت لك ابواب هذا الشيء احرص انت استغله في مكانه لا تستغله في طاقة ندم لا تستغله في طاقة ماذا لو اوكي وايضا خلي هنا مشاريعك دقيقة هذا الملك دقيق يعرف وان كان اللي عنده واللي امامه الكثير من الفرص الكثير من العروض يحرف اشلون ينتقي لنفسه الافضل او يختار الافضل يختار نجاحاته يختار مشاريعه هذا الملك هو مثل ما نسميه مدير مشروع يعرف اشلون يختار اي مشروع ومتى يختاره ومتى يبتدي فيه ومتى ينتهي فيه او ينتهي منه بنجاح اوكي خلا نوضح الشمس ثلاثة الخماسيات نعم لديك اكثر من عرض او سيأتيك اكثر من عرض في الفترة القادمة ابتداء من شهر يونيو راح الكثير من الاشخاص يطلبون منك ان تعمل معاهم في مشاريعهم الخاصة لا تتشتت لا تتشتت كأنه هنا يقول لك لا تظل فقط مركز على مشروعك الاساسي مشروع واحد لانه فيه شراكات وتحالفات اتيه في طريقك مع اشخاص ثانيين اقبلها ايضا هذا الفرص كأنه فرصة فرص مرة في العمر دام ان الفرص قاعدة تؤتيك لا ترفضها هذا هو وقت الفرص وقت ان تأخذ كل ما تستطيع ان تحمله وخل تركيزك نعم فيه عملك الحالي كأنه هاي قاعدة اشوف عندك تخوف انك ستشتت راح تتشتت يعني او ما راح تقدر تتركز على وظيفتك ومشروعك اللي حين امامك او حتى دراستك لما تنوع او تأخذ مسئوليات زيادة وهذا الكلام غير صحيح التحالفات والشراكات القادمة في طريقك راح بالعكس تكون تساعدك تساعدك راح الخماسيات هي طاقة مو فقط الاموال اللي راح تأتيك تضاعف ولكن ايضا الخبرات اللي عندك تضاعف الامور اللي تقدر تحطها في السيرة الذاتية عندك راح تكون افضل واغنى راح تساهم خلا نوضح ثمانية الاكواب ملك الاكواب ملك الاكواب ملك الاكواب تملك كل شيء وعلى وشك ان تملك كل شيء على وشك ان تملك كل شيء ولكن في جزء منك يا برج الميزان قاعد لحد الان اوكي في استثمارات استثمرت لفترة طويلة في تخصص معين او في مشروع معين في وظيفة معينة استثمرت لكثير خايف ان ترحل اللي مطلوب منك ان ترحل ان ترحل اذا ضليت على الثمانية ما راح تصل الى الكوب التاسع والعاشر لازم ترحل هذا الكيرد دائما يقول احنا محتاجين للرحيل عشان نوجد في مكان ثاني تسع الاكواب وعشر الاكواب اذا بقينا على نفس الحال ما راح نحصل على كل مبتغانة نعم عندك هنا انا قاعد اتكلم مع برج ميزان يريد ان الامور تبقى على حالها وخايف شوية من التغيير خايف من الفرص الكثيرة الابواب اللي انفتحت له امامه مرة واحدة بين يوم وليلا صار عليه طلب صار مهم صار يطلبوا الرأيه يطلبوا النصائحة في مكان العمل لا تخف انت في المكان الصحيح اوكي؟ واذا في عندك مشاريع معينة ما اكتملت في السابق مش معناته ان هاي المشاريع القادمة الجديدة في طريقك ما راح تعطيك النتيجة اللي ترغب فيها لانه راح تعطيك خلا نوضح فارس الاكواب احنا قاعدين هنا ننظر الى الطاقة المستقبلية طاقة ملك الاكواب عندزين؟ الملك المستقر السعيد الراضي المكتفي ولكن اللي محتاجها انت انت بتدي التغيير بنفسك توق فارس الاكواب او على وجهك ان تصبح في البداية فارس الاكواب تنغمس في مهمتك في عملك في الشراكات والعروض اللي آتية في طريقك وايضا ممكن تكون ان تقيمها تقيم كل مشروع وكل شراكة قادمة في طريقك وعرض حتى قبل ان تدخل فيه عشرة الخماسيات نعم احس ان انت اهني برج الميزان عشرة الخماسيات تعنيلي انك وصلت الى نضوج بخصوص مشروع معين انتهيت منه وان كان المشروع ما بتمل احتمال انه خسر احتمال انه ما عطاك الربح اللي تتوقعها احتمال انك دخلت تخصص وما لقيت فيه نفسك ما حصلت على النتائج اللي تتوقعها هذا الشي نضج هذا الشي نضج لانه هنا العشرة هي طاقة النضوج فوق العشرة الفارس الفرصان هم طاقة التغيير حان الوقت ان انت فعلا ترتحل ولكن ما ترحل على اساس انك خسرت ترحل من اجل ان تلاقي في طريقك الفرص الجديدة فهنقصي لانه وانت قاعد في هاي الواضع تندب شكثر انت استثمرت في مشروع معين او استثمرت في وظيفة معينة الكثير من السنوات احتمال عشر سنوات اوكي وقت طويل وجهة طويل قاعد استثمرت في انت هنا قاعد ملاقي صعوبة انت تخلى عن شيء ويتكلفك يوم من الايام ولكن اللي لازم تفهمها انه وصل الى مرحلة المبوج مش مكتوب له ان يصل الى مرحلة اعمق من هذه المرحلة اوكي خل المضح خمس الخماسيات مع عشر الاطوال طاقة المقارنة هنا مع طاقة تقولك بالعكس انت حاليا قاعد تقارن نفسك بالاخرين ولكن اللي ما تدرك ان الاخرين هم اللي يقارنون نفسهم بك فيك شيء يجذب الاخرين الاكتفاء عندك نوع من القناعة عندك نوع من الهدوء والطمأنينة هذا الشيء حافظ عليه لانه جدا قاعد الاخرين حتى يحسدونك عليه وان كانوا هم وصلوا الى مكان افضل ومناصب عليا ومناصب اعلى منك وشهادات اقوى منك لكن هما وحتى ذهبوا وسافروا الى دولة ثانية من اجل الدراسة والعمل ينظروا لك ان ان تملك كل شيء تملك الراحة والطمأنينة سعيد ومكتفي وهذا الشيء لا يمكن شراءه بالماء خلنا نوضح هذا الكرت اللي انقلب عندي اربعة الاكواب في شيء في عرض عرض انت رفضته في السابق ممكن يكون عرض زواج ممكن يكون عرض شراكة عرض عمل انت رفضته في السابق وان كنت او هذه حتى ممكن النصيحة لك وان كنت محتاج للاموال ولكن اعرف انك رح تختار الخيار الافضل من اجل نفسك لان اشوفك هني اخترت السعادة راحة البال الطمأنينة فوق الاموال فوق المردود احتمال ان في شركة او اتاك عرض عمل في دولة ثانية او حتى في منطقة ثانية اتاك عرض عمل جديد ولكن هني كأنما انت اخترت لا تأخذها او لا تقبلها وان كانت الاموال محتاج لها بالعكس وان كان رح يعطيك الكثير من المردود ولكن اشوف هني قاعد اتكلم مع برج ميزان جدا ناضج عطفيا يدرك ان المال بالنسبة له ما يعني كل شيء قاعد يختار الراحة راحة البال والطمأنينة احتمال لان هذا العرض رح يكون كثير مقلق بالنسبة لك فيه الكثير من المسئوليات الكثير من الارتحال الكثير من التغييرات يعني رح تكون امورك مكركبة متعب منهاك لو قبلتها فانت عارفة هني الوضع واخترت الخيار الافضل من اجل نفسك رح ننتقل الان الى القراءة الحاطفية لبرج الميزان لبرج الميزان نقطة لو قبلتها و قبلتها اميرة السيوف و الصيف الصغير ثانية ثانية ثلاثة السيوف كأنك هني مو مصدق فيه شي شفته بعينك او فيه شي عرفت عنه قاعد تختار انك ما تصدقه لان اذا صدقته رح يكون بمثابت يعني فيه الكثير من الالم لك خمسة السيوف اوكي فيه احد خدعك تحس انه فيه احد خدعك ولكن في نفس الوقت ما تبي تواجه ما تبي تعترف انه فعلا هذا هو حقيقة الوضع واخر كرت العربة المضيق و دمان بج الميزان اشوف فيه احد هني ممكن الشريك ممكن حتى الطرف الثالث قاعدين يقللون من تقديرك لانه دائما هو برج الميزان برج هوائي اكثر الابراج الهوائي يلينا واكثرهم بطئا في عدم اتخاذ القرارات عشان شذيه شفنا السيف الصغير برج الميزان ما يستخدم السيف الكبير بسرعة مثل الجوزاء ومثل الدل وهذه هي طبيعتك ولكن في احد اخطأ التفكير عنك نعم جرحك او حاول ان يأذيك اشوف ان اذية وصلت او ستصل لك في اذية كانوا يحاولون يسوونها لك وصلت لك ولكن اللي ما يدركونه ان انت خسرت المعركة وربحت الحرب ربحت ثقة الشريك مرة ثانية لان اشوف الشريك هني وياك اما راجع اما مستعد ان يعطيك انت القيادة والتحكم انكشفت له الاوجه المنافقة لما صار هذا الموقف انت نعم هنيت ما لكت نفسك ما سحبت السيف على الشريك او حتى على اي شخص اشوفك هني في طاقة اللي ما تصرفت كنت محتفظ او متحفظ على التصرفات عندما اتاك خبر ان في ناس الذوق او يحاولون على الاقل اذيتك تحملت الالم ولكن اعرف ان كل شيء لا ثمن ولا مثل ما نقول مقابل ما هو مقابل تحملك الالم او صبرك صبرت على اذية اشخاص اذية اطراف خارجية تحاول تؤثر على علاقتك مع الشريك الثمن ان انت نعم ربحت المعركة الاولى سوري خسرت المعركة الاولى ولكن بشكل عام ربحت الحرب ربحت ثقة الشريك او اذا لحد الان ما صار على وشك ان يراك ان انت شخص ناضج ان انت شخص يعتمد عليه ان انت بالعكس المفروض تأخذ دفة والتحكم في هاي العلاقة الى بر الامان شريكك على وشك ان يكتشف الوجوه العابثة وحقيقة هؤلاء الاشخاص اللي حاولون يعبثون بعلاقتكم الصبر جميل وهذه هي النصيحة لك وانت هنا اشوفك بطبيعتك كنت مثل الاسفنجة قاعد تمطص كل الطاقة السلبية الاذية الحسد السحر اي شيء ممكن كانوا يؤذونك فيه الكلام القيل والقال الاخبار الخاطئة والاشاعات سيف الصغير ايضا هم طاقة الاشاعات دائما كان فيه اشاعات وكانت تتأثر على علاقتك ولكن هاي المرة صار شيء كبير اكتشف شريكك حقيقة هؤلاء الاشخاص خلا نوضح الكارتات السيف الصغير ملك النار احتمال انك تتعامل مع شخص عندنا هنا برج السرطان الابراج المائية العقرب ايضا من الحوت واحتمال انك تتعامل مع شخص من الابراج النارية حامل اسد وقوس بعد اشوفه ممكن احتمال كبير ان يكون اسد او قوس اوكي تصرفك ذكي او التصرف الذكي لك هنا انه ما تقوم باي ردة فعل ليش لانه لما انت ما تظهر ردة فعل راح تفسح المجال لشريكك انه اهو يتحكم بالموضوع اهو راح يضطر ان يواجه هؤلاء الاشخاص للمرة الاخيرة ويوقفهم عند حدهم هلا نوضح ثلاثة السيوف الامبراطور لم تحرك ساكنا لم تحرك ساكنا كأنما ان كنت شايف كل المسرحية في مسرحية هني عارف من اللي راح يسويها عارف من اللي راح يخرجها عارف من اللي انتجها وعارف من اللي راح يلعب فيها كنت عارف انت الابراج الهوائية هي ابراج العقل والذكاء فاهم هؤلاء الاشخاص ولكن خليتهم يقومون بمسرحيتهم امام الجمهور الجمهور كان شريكك وانت عشان تأكد له تأكد له حقيقتهم واذا كان لحد الان هذا الشي ما صار فهذا بمثابة الكشف لك ان راح تمر بهاي الامور فاحرص انك ما تحرك ساكنا عشان شريكك يشوف ويحس ان انت مأثر على نظرته ورؤيته لهي الاشخاص عشان يحس انه فعلا وهو يراهم على حقيقتهم حسنا خلي نوضح خمسة الاكواب خمسة الاكواب ممكن يكون زعل او مشكلة صارت بينك وبين الشريك نعم لان الشريك انت هني اشوفك قاعد تتأذى والشريك مشغول عنك مشغول عنك ولكنك صبرت وتحملت او ايضا المصيحة لك ان تصبر وتتحمل لانه ما هي الا فترة وتعدي لمتى هذا الشخص راح يظل مشغول لمتى راح يظل يعمل على الخماسيات امركز في عمل او امركز في اشياء ثانية راح يضطر في النهاية ان يواجه الواقع نوضح خمسة السيوف الخيارات اشوفك هني انت اللي واقف بين مفترق طرق هل اواجه هؤلاء الاشخاص لوحدي لان انا دائما كنت اواجههم لوحدي واقول للشريك ترى هاي الناس يحاولون يساوون يساوون احاول اخلي شوفهم على حقيقتهم ما في فايدة خل اتبع اسلوب جديد اسمه اسلوب ما احرك ساكنا احرك ساكنا اخلي وهو اللي يضطر يتعامل مع هؤلاء الاشخاص واخد كرت واخد كرت العربة مرة ثانية نعم تتركون هذلين الاشخاص كأنه ما هم مجموعة لانه عندنا هني رقم خمسة هؤلاء هني بعد خمسة هؤلاء الاشخاص المستقبل اللي ينتظركم اننا مثل ما قلت لك الشريك رح يكتشفهم على حقيقتهم رح يتركون لوحدهم رح يرحل عنهم اذا كان هو في شراكة اخرى رح يبتعد عنهم ويكون بجوارك في الفترة القادمة رح يبتعد هنا هم احتمال هني حتى انتقال عندنا كرت الانتقال رح يختار انه يسكن مثلا لو كنتوا ساكنين مع اهله رح يختار ان يسكن بعيدا او ان يبتعد او يخرجهم حتى من التدخل في شؤونه ممكن يكون ابتعاد جسدي ابتعاد نفسي ابتعاد عاطفي اي نوع من الابتعادات هذا الشريك مصمم انه انت معاه وان كنتوا هني اشوفون كأنما ماديا شوي تحتاجون لهؤلاء الاشخاص او هو على الاقل مش لحد الان قوي ماديا ولكن رح تختارون وهو يختار في المستقبل ان ترحلون مع بعض تواجهون واقع وان كان فيه شوية اموال اقل ولكن افضل بالنسبة لكم من ان تظلون تعيشون في محيتكم هني مثل الذئاب اللي دائما يحفرون لكم اخر شي برج الميزار رح نلقي نظرة على الاخبار القادمة بطريقك في هذا الشهر ممكن تكون قدمت على وظيفة معينة جامعة عندك عندك طلب من اجل تأشيرة فحوص من اجل الحمل اي نوع من الطلبات والاخبار اول كرت العدالة احتمال انك تتعامل مع الشي هذا هو كرتك طبعا يا برج الميزار تتعامل مع الشي في في القضاء تحاول ان تحصل على حضانة اشوف هني كأنما زواج انتهى وتحاول ان تحصل على حقوقك في عقد عقد عمل عقد زواج عقد شراكة انتهى وقاعد تحاول تحصل على حقوقك ولكن انت حزين انت حزين بسبب انتهاء العقد اوكي احس ان في احد قاعد يشجعك ان تذهب الى المحكمة تقدم طلبك تحاول ان تحصل على حقوقك المادية ولكن انت هني قاعد اشوف كأنما منهك تعبان ما تبتقدم لانك حزين على انتهاء الشراكة ترغب في تجديد مرحلة قديمة عندك اشتركوا في القناة